اشتركوا في القناة وناخد حذرنا منها وطبعا لازم نتعامل معاها بحرص في البداية لازم نتعرف على انواع المواد هناك نوعان من المواد مواد مواصلة للكهرباء هي مواد تسمح بمرور الطيار الكهرابي خلالها ومن امثلة هذه المواد المعادن المختلفة خديد النحاس الألمونيوم وجسم الإنسان جيد التوصيل للطيار الكهرابي زي ما هنعرف بعد كده وده سؤال علل وهناك مواد عازلة للكهرباء أي مواد لا تسمح بمرور الطيار الكهرابي خلالها مثل الخشب، البلاستيك، الزجاج، الهواء، الورق ما هي أنواع الإصابات الناتجة عن سوء استخدام الطيار الكهرابي؟ هناك نوعان من الإصابات إصابات مباشرة أي أن الكهرباء سببا مباشرة فيها وتنقسم إلى ثلاث أنواع حرائق ناتجة عن الكهرباء أو حرائق كهربية صدمة كهربية، حروق كهربية أما الإصابات الغير مباشرة هي الإصابة الناتجة عن السقوط من فوق سلم أثناء التعامل مع الأدوات الكهربية وبالتالي هنا الكهرباء مش سبب رئيسي للإصابة أو الضرر علل جسم الإنسان جيد التوصيل للكهرباء يعني جسم الإنسان من المواد الموصلة للكهرباء لأن أكثر من 70% من جسم الإنسان عبارة عن ماء مزاب به أملاح وبالتالي هو جيد التوصيل للطيار الكهربية ولذلك يصاب الإنسان أحياناً به الصدمة الكهربية وتعالوا بقى أن نتعرف على الإصابات المباشرة وأسباب كل منها أولاً الحرائق الكهربية أو الحرائق الناتجة عن الطيار الكهربية هي نوع من أنواع الحرائق الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الكهربية من ضمن أسباب الحرائق الناتجة عن الطيار الكهربية وضع جهاز يولد حرارة بالقرب من مواد قابلة للإشتعال يعني وضع جهاز يولد حرارة مثل إيم، سخان، متفأة، مكواء بالقرب من مواد قابلة للإشتعال مثل مفروشات، البطاطين، المفارش زيادة التحميل الكهربي ما معنى زيادة التحميل الكهربي أي تشغيل أكثر من جهاز عن طريق قابس واحد أو فيشة واحدة عدم فصل الطيار عن الأجهزة التي تولد حرارة بعد استخدامها وإحنا بنحدد هنا مش أي جهاز كهربي ولكن هو جهاز كهربي يولد حرارة هو اللي بيؤدي لحدوث حرائق كهربية وهذه هي أسباب حدوث الحرائق الكهربية أحد أخطار الكهرباء الأخرى هي الحروق الكهربية أو الحروق الناتجة عن الطيار الكهربية عزينا أعرف بس معلومة أن الحرائق للأجهزة أو للأماكن أن ما كان بيحترق أما الحروق فهي لجسم الإنسان والحروق الكهربية يأحد أخطار الكهرباء التي تسبب تلف وتدمير لأنسجة وخلايا الجسم ما هي أسباب حدوث الحروق الكهربية عند ملامسة أحد أجزاء جسم الإنسان لجهاز يولد حرارة أو ملامسة الشرارة الناتجة من حدوث حريق ناتج عن الطيار الكهربي أو حدوث صدمة كهربية للإنسان الصدمة الكهربية هي أحد أسباب الحروق الناتجة عن الطيار الكهربي ونتعرف مع بعض بقى على ما هي الصدمة الكهربية وما هي أسبابها الصدمة الكهربية هي أحد أخطار الطيار الكهربي نتيجة مرور طيار كهربي بجسم الإنسان إذا مر طيار كهربي داخل جسم الإنسان تحدث له صدمة كهربية إذن أن جسم الإنسان جيد التوصيل للكهرباء زي ما قلنا من قبل لأن أكثر من 70% من جسمه ماء مزاب به أملاع فالإنسان مثل سلك النحيس به تم إغلاق الدائرة الكهربية فالدائرة الكهربية صنعت مصار مغلق من الشحنات الكهربية من ضمن أسباب الصدمة الكهربية ملامسة أحد أجزاء جسم الإنسان يسلك غير معزول والمقصود بها غير معزول أنه ما عندهوش الطبقة البلاستيك العزلة مع ملامسة الأرض وطبعا متصل بمصدر الطيار الكهربي أو ملامسة سلك غير معزول وملامسة مادة موصلة للطيار الكهربائي وطبعا السلك الغير معزول برضو متصل بمصدر الطيار الكهربي جميع هذه الأسلاك يمر بها طيار كهربي أو ملامسة سلكين معا غير معزولين يمر بهم الطيار الكهربي ودي طبعا بتبقى أخطر بكتير دي أسباب حدوث الصدمة الكهربية أضرار الصدمة الكهربية تتوقف على إيم؟ زمن مرور الطيار الكهربي خلال جسم الإنسان وشدة الطيار المار كلما زادت شدة الطيار المار بجسم الإنسان وزاد الزمن زادت طبعا أضرار الصدمة الكهربية وقد تؤدي إلى الوفاة وأخيرا لابد أن نتعرف على احتياطات التعامل مع الكهرباء الكهرباء آمنة إذا تم التعامل معها بحرص فيجب عدم وضع عدة وصلات في المصدر الكهربي بالحائط علشان ما نعملش زيادة تحميل كهربي وتحدث حرائق كهربية عدم ادخال جسم معدني في القابس وضع قطعة بلاستيكية في القابس لمنع ادخال أي جسم به عشان الأطفال ما تدخلش أي جسم معدني في الفيشة عدم التعامل مع الأدوات الكهربية الموصلة بالطيار بأيادي مبللة عدم ترك جهاز كهربي أو سخان كهربي موصولا بالطيار أثناء الاستحمان عدم العبث بالتوصيلات الكهربية والأسلاج عدم محاولة إصلاح أو صيانة أي جهاز أو آلة كهربية وهي موصولة بالطيار الكهربي لابد من فصل الكهرباء عنها أولا ثم التعامل معها عدم وضع المواد القابلة للإشتعال مثل الستائر والأقمشة والملابس والمفروشات والسجات بجانب الأجهزة الكهربية التي تولد حرارة مثل المدفقة والمكواء عدم ترك بعض الأسلاك المكشوفة وغير المعزولة التي تآكلت من عليها الطبقة البلاستيكية العازلة طبعا دي خطر جدا عدم وضع الأسلاك الكهربائية ملقاة على الأرض حتى لا يتعثر بها أحد عند السيب عشان ما نتكعبلش فيها عدم وضعها أسفل السجاد لأنه طبعا جيد التوصيل للحرارة وبالتالي سنة 6 نكون خلصنا احتياطات التعامل مع الكهرباء أرجو أنكم تحققونه ومحتاطين عند التعامل معها وشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة